عندك أخبار وحصريات في دوري السوبر الأفريقي دوري اللي هيشارك فيه النادي الأهلي الموضوع ده شائق جدا وما كنتش أتوقع رد الفعلة كابتون السامة للمبارح أنا ما تكلمت فيه ونشرته من خلال الموقع لقيت ردود أفعال أنا كنت متوقع أن الناس هتتكلم إن إحنا عندنا مهلة لغاية 30 ستة وممكن نشتغل فيها في شهر ستة ومش هنحتاج نيفل استاد القاهرة الدولي الأول بس عشان نرتب الموضوع البطولة تنطلق من إمتى لإمتى؟ البطولة تنطلق من منتصف أكتوبر لمنتصف نوفمبر هتتلاقي على مدار 30 يوم فقط شهر يعني شهر واحد فسر دي البداية عدد الأندية بنتكلم في النسخة الأولى 8 أندية مثلا في مواطنة شمال إفريقيا فيه الأهلي والترجي والوداد فيه جنوب القارة فيه سانداونز فيه غرب القارة فيه مازنبي الكنهولي فيه شرق القارة فيه سينبا التنزاني وطبعا الزون بتعقارة إفريقيا ده محدد من الشرقة الإطالية اللي هتدير دور السوبر وكان فيه حرية هناك للغين ولكن تم استبعاده لعدم مطبقة الملاعب ملعب الفريق بالتأكيد ودخل مكانه إن ينبا الناجير وفيه زيارة لسه هتكون لنادي إن ينبا الناجير زيارة الوفد الأفريقي للملاعب فيه أنباء وفيه كلامة آل ساد القاهرة محتاجين تعديلات فيه جوابة باعت الجواب لسه مراحش للوزارة قل لنا الكواليس أكتر في المطبع دي طيب عارف الجواب تأتبعت من إمتى؟ قل لي الجواب تم إرساله من الشركة الإطالية ومن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 20 مارس النهاردة كان في الشهر 4-4 4 إبريل يعني بنكلم بعد 14 يوم حتى هذه اللحظة لولا المعلومة تم نشرها يعني الجواب ده اتبعت يوم 20 مارس اتبعت من الاتحاد الأفريقي ومن الشركة الإطالية لكل الاتحادات الانديتها تشارك والاتحاد التونسي والاتحاد المغربي والاتحاد التنزاني والاتحاد جنوب إفريقي وانا الحمد لله قدرت أتحصل على كل هذه الخطابات للتمن انتحدات طيب يتضمن الجواب ده والخطاب ده يتضمن في ايه؟ الجواب يتضمن نقاط مهمة جدا أولا ملعب سنبا التنزاني مثلا يعني هيتقفل من 15-5 لغاية أول 7 عشان الإصلاحات تمام ده قرار الرسم من الاتحاد الإفريقي ملعب مازنبي نفس الأمر ملعب رادس ملعب رادس فيه مهلة غاية 30-6 زي استاد القاهرة عشان تراك ملعب رادس محتاج يتغير أو يتم تخطيته كمان مقصورة استاد رادس محتاجها تعديلات مقصورة الإعلام محتاجها تعديلات طيب استاد القاهرة وده الأمر اللي همنا في استاد القاهرة استاد القاهرة محتاج ثلاث حاجات أولا مقصورة الـ VVIP اللي هي المقصورة الرئيسية الكراسي الموجودة تتغير وتتشال وإعد تشكيل وضع الكراسي من جديد في المقصورة الرئيسية ليه بقى؟ طيب ده أمر بسيط أمر بسيط بس ليه بقى؟ قالك أن المسافة ما بين الكرسي والآخر عشان الناس تتحرك فيها دقيقة جدا وده لا يجوز طبعا في استاد دولي زي استاد القاهرة الدولي ده واحد اتنين المقصورة الأمامية اللي هي بيطلق عليها الـ VIP محتاجة أيضا كمان الكراسي تتغير بنفس السعة والشكل اللي في المقصورة الرئيسية ويتم وضع كراسي جديدة باللون الأحمر وده شأن تسويقي لإعلاقة أن الأهلي هو صاحب الملعب فعايزين يده أي شكل لملعب استاد القاهرة أنه يكون هو ده ملعب النادي الأهلي فبالتالي عايزين المقصورة الـ VIP تكون كلها مكتسية باللون الأحمر تروح بقى على الأزمة الأكبر مقصورة أو مقاعد مقاعد الصحفيين دي بقى مشكلة كبيرة لأن عدد الطلبات اللي طالبها الشركة الإيطالية بعد زيارته لأستاذ القاهرة في مقصورة الأعلام محتاجة تغيير شامل الكراسي الترابيزات الكابلات الكهرباء مقاعد المؤتمر الصحفي كمان طالب منك أن يكون فيه تحرك من مقصورة الأعلام لمكان المكسنزون عند الأغوض خرى خلع الملابس تكون واضحة ومحددة ويكون ميسرة للأعلامين والصحفيين ويتم استخدامها بشكل دائم الحاجة الأهم دي بقى وإحنا عشناها أستاذ القاهرة الفترات طويلة جدا بيقولك ما فيش واي فاي ما فيش انترنت فهل يعقل أن مقصورة الأعلام في ملعب زي أستاذ القاهرة ما يكونش فيها انترنت خلي بالك كل الأمور اللي أنت قلتها كلها أمور بسيطة كلها يعني تاخد أيام بسيطة جدا عشان تتعمل سواء المقصورة الرئيسية أو الأمامية أو مقاعد الصحفيين إن شاء الله كلها حاجات بسيطة ونشوف الناد الأهل بيلعب لأول مرة لأول مرة في النسخة الأولى الناد الأهل في دوري السوبر الأفريق قل لي بقى الجواز المالية البطولة دي برده بس قبل ما نروح للجواز المالية كابتن أسامة هي النقطة بس اللي أنا استغربتها أن رئيس هاية الأستاذ طلق وعلق قالك أنا ما جليش أي حاجة يعني الخطاب اللي اتبعت من الشركة الإيطالية والاتحاد الأفريق والاتحاد المصري ما راحش لأستاذ القاهرة ولا الوزارة حتى راح للأستاذ ولا الوزارة حتى علقت وقالت جالي ولا ما جليش بس معنى أن رئيس هاية الأستاذ يقولك ما عرفش عنها حاجة يبقى إذن الوزارة ما اخترتهش يبقى الوزارة ما تبلغتش فبالتالي أنت بتتكلم في فكرة محتاجين على الأقل نختر الجهات المسؤولة عشان يبقى فيه تحرك هو الموضوع على فكرة مش هيقض أكتر من أيام عشان تتعدل ولكن يبقى الأمور تمشي في النطاق الصحيح بتاعها طيب طيب إن شاء الله يعني الجواب يروح ونشوف أستاذ القاهرة زي ما شفنا تزين في مباراة الأهلي والهلال السوداني أيضا نشوفه في المباراة القادمة للنادي الأهلي